مرحبا بكم في درس اليوم أو في حوار اليوم سنتعلم كلمات مهمة جدا في اللغة الإنجليزية أولا flat و flat تعني الشقة flat apartment كلمة الأخرى هي flat maid زميلك في الشقة أو الشخص الذي يسكن معك ومعك في الشقة نقول كذلك class maid زميلك في القسم و missing جاءت من فعل to miss I miss أفتقد He's really missing his friends هو يفتقد حقا أصدقاءه وهناك عبارة أخرى مهمة سنتعلمها اليوم هي let me take your mind off دعني أوقفك عن التفكير في موضوع معين أو ألهيك take your mind تعني العقل take off يزيله هنا حرفيا أزيله ديمارك لكن المقصود هو ألهيك أن تلهي الشخص الكلمة الأخرى هي capital capital تعني العاصمة و guide guide تعني دليل 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 tourist guide دليل سياحي chair to chair someone يبهج chair chair يبهج the same time نفس الوقت سنقرأ لأنا الحوار tim that's interesting why are you visiting London michael to improve my English Alice oh well why not come out with us now then we can cheer you up and you can practice your English at the same time هنا تيم تقدم أليس وتقول تقدم ميشال لأليس وتقول أليس this is my cousin هذا ابن عمي ميشال زميلنا في الشقة الجديد our new flatmate وهو حقا يفتقد أصدقاءه he's really missing his friends ولهذا قالت أليس لميشال سوف نلهيك let me take your mind off that دعنا نوقفك عن التفكير في ذلك الموضوع موضوع افتقد الأصدقاء إذن من أين أنت يجيبها ميشال الذي لا يتقن اللغة الإنجليزية جيدا from near Warsaw يعني قربة Warsaw عاصمة بولندا Polish capital وتجيبه أليس what do you do ماذا تفعل يعني ما هي مهنتك وقال أنا مرشد سياحي أجابته أليس so interesting so interesting مني مذير مذير للاهتمام وسألت لماذا تزور لندن why why لماذا are you visiting لندن يجيبها ميشال to improve my English to improve my English لتحسين اللغة الإنجليزية تعرض عليه Alice well حسنا why not come with us هنا عبارة تستخدمني لاقتراح تقترح على شخص ما شيئا why not لماذا why not come out with us now لماذا لا تخرجوا معنا الآن then عند ذلك then then we can cheer you up we can cheer you up يمكننا أن نبهجك and you can practice your English at the same time ويمكنك أن تتدرب على الإنجليزية في نفس الوقت at the same time شكرا على المشاهدة لكن قبل ذلك أريدكم أن تبحثوا عن خطأ يوجد في هذا الحوار خطأ بسيط وهو في ترتيب الكلمات صفة جاءت قبل الإسم ويجب أن تأتيب بعد قبل الإسم وهي جاءت بعد الإسم في الحوار إلى الاخرى